سؤال مهم او بيقول طب انا عايز ربي اولادي على حب الوطن وعلى تحية العالم بس انت مش شايف ان فكرة ان انا اولادي يفعلوا الامر ده مش هو يحتاج الى معركة عشان يقدر يفعل ده عشان يقدر يضحي ويقدر كذا او ده اللي انا بقى لقى منه او بقى السؤال ده بقى لقى منه لما بيتسقله لان واضح ان احنا ما فيمناش يعني ايه نصر اكتوبر حتى ما فيمناش يعني ايه نصر بدر في غزة بدر ولا فهمنا النصر معناه ايه النصر في الوقع الاسلامية ليس معناه حالة من حالات ابراز التغطرس والتكبر والقوة وان احنا قادرين نمارس العنف مع الاخرين عشان نسبت للناس ان احنا اهل قوة خالص النصر مش هو ده مقصوده النصر مقصوده في الحقيقة الحفاظ النصر مقصوده في الحقيقة العمران النصر مقصوده في الحقيقة رد الظلم فمعنى كده ايه ان كل حد هيعمل ما يلي هيكون صاحب نصر كل حد هيمنع ويحافظ على وطنه ويحافظ على اراضيه من اي خروق ولذلك عينان لا تمسوهم النار عين باتت تبكي من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله العين اللي باتت تحرس في سبيل الله مش لازم بس تحرس في سبيل الله على الحدود وان كان دوت طبعا من اجل انواع السهر في الحفاظ وفي الرعاية وفي التضحية في سبيل الله لكن في عين بتحرس في سبيل الله ويبتبني في عين بتحرس في سبيل الله وتعالوا والله نتكلم مع بعض في هذا النوع من انواع الحراسة انت عايز تحس ان انت بتحافظ على البلد دي احرس ولادك من ان حد بشكله او باخر يسرب اليوم الخوف عايز تحرس البلد دي ما ومش لازم بس ما ومش لازم الحدود بتاعت البلد دي او الحدود بتاعت الوطن دي هي الحدود الشرقية والغربية لا في حدود تانية في حدود عند شاشة اللابتوب وشاشة التليفون برضي دي حدود حدود ممكن اي حد يرسل ليهم ويهمهم ان هو قادر يغير كل الاحداث وقادر يتلاعب بمقدرات الشعوب فيخوفهم